كشف نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي عن توصيل رؤساء اللجنة النيابية إلى اتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم على أن تكون اجتماعاتهم معه دورية لتسهيل عملية تمرير القوانين مؤكداً أن الاتفاق تضمن أيضاً حضور أو مشاركة اللجنة البرلمانية الدائمة في اجتماعات مجلس الوزراء الإسبوعية في حال وجود موضوع يخص مجلس النواب كتمرير القوانين والقرارات وأذكر الغزي أن الاجتماع الأخير استعرض للمشاكل الاقتصادية وإجراءات الحكومة لتعزيز الأمن واستقرار الدولة من النواحي الاقتصادية والأمنية